أكد صاحب السمو والشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن قطاع البحث والتطوير يعد أحد أهم القطاعات الحيوية التي تحيطها الدولة بكل العناية والاهتمام وتعمل على إيجاد المحافزات اللازمة والبيئة الملائمة التي تكفل لمؤسساته النمو والازدهار لما له من قيمة نوعية كركزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مركز هيملايا المتطور للأبحاث التابع لشركة هيملايا وينس العالمية في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم والمعنى بابتكار وتطوير المستحضرات ومنتجات الرعاية الصحية الطبيعية المصنعة من الأعشاب والمكملات الغذائية حيث استمع سموه من قيادات المركز إلى شرح حول ما يقوم به من عمليات بحثية تركز على ابتكار تركيبات طبية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتوسيع نطاق إنتاجها في مختبرات عمليات الابتكار بما يملكه المركز من قدرات وإمكانات تقنية حديثة يوظفها في إنتاج مكملات غذائية تعزز الوظائف الأساسية لجسم الإنسان كما اطلع سموه على مرافق ومكونات المركز العالمي وأثنى سموه على ما يقوم به المركز من أعمال بحثية غايتها خدمة الإنسان وضمان صحته